بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان شهر مبارك كتصف بعض الأحاديث بأنه شهر الصبر وبالتالي فرمضان فرصة فرصة لنا جميعاً وفرصة للصائب بشيغير عدد من العادات ديالو ويجتمرن على حياة صحية لا على المستوى النفسي ولا على المستوى العضوي وسمي رمضان بأنه شهر الصبر لأن الإنسان يصبر على الأكل ويصبر على الشرب ويصبر على الشهوة الجنسية طيلة يوم كامل بإرادة لوجه الله هذا يعكس واحد نوع من الإرادة عن الإنسان المسلم بل رمضان هو التربية على الإرادة شهر الصبر يعني كيربي على الصبر يعني كيربي على الإرادة على قوة الإرادة وفين كيتظهر هذه قوة الإرادة أكثر؟ عند كثير من الناس اللي عندهم عدد من العادات مثلا إدمان القهوة إدمان الشاي ماشي أي واحد كيشرب القهوة وأتا يرى عنده إدمان؟ لا ولكن الذين يكترون ويسرفون وكيكون عندهم واحد الحالة اللي مكي يقدوش يتقفوا على شرب القهوة واحد الوقت معين في النهار ولا ما يقدوش يدوزوا نهار بلا ما يشربوا أتاي وكذلك التدخين الناس اللي عندهم العادة هذه التدخين سنوات طويلة أو تدخين بعض المواد الأخرى فرمضان هو المناسبة عن طريق الطاقة الإيمانية وعن طريق الدعم الاجتماعي لأن المجتمع كله كيصوم بالنسبة لهذه الناس باش يقلعوا على هذا الإدمان اللي عندهم لهذه المواد وبطبيعة الحالة هو شهر الصبر أيضا لأن الإنسان اللي كيدخن عادة كيمليه هو إراديا وخارج رمضان ما يقدش ولكن في رمضان من صباح تلعشية كيتقف عن التدخين وهذا فرصة في رمضان كما قلت باش الناس يبتعدوا على هذه العادات اللي هي مضرة للصحة لأن الإدمان أي نوع من الإدمان مضيبا للصحة أي نوع من الإدمان فلذلك وعندنا الإحصائيات لكتبيا لأنه فعلا في رمضان بالنسبة للناس اللي عندهم الرغبة فالنخص تكون عند الإنسان الرغبة في التوقف عن هذه العادات في رمضان اللي عندهم الرغبة راك ينجحوا باش يقطعوا نهائيا مع هذه العادات كثير من الناس مناسبة رمضان ونتيجة الإرادة عندهم يتمكنوا باش يقطعوا التدخين كثير من الناس كي يكميوا أحيانا مثلا الحشيش أو بعض المواد الأخرى إدمان المواد الأخرى كي يقدوا إلى عندهم إرادة بطبيعة الحال وباغين فرمضان تكون مناسبة باش يقطعوا مع هذه العادات فلذلك إذن سمي رمضان شهر الصبر لأنه شهر قوة الإرادة ولأنه كيم كل إنسان باش يعالج هذه العادات السلبية اللي كيعيشوا فيها عداد من المواطنات والمواطن وخصصا الشباب فهذه فرصتكم باش تقفوا على التدخين تقفوا عن الإدمان أي مادة أخرى بما فيها القهوة مثلا إلا كان إدمان مش يشرب القهوة العادي الذي يقوم به الإنسان مرة في اليوم إلى آخره ولكن الإدمان ومن سيكون رمضان فرصة فرصة لمقاومة هذه الإدمان بالنسبة الأشخاص اللي كدمنوا هما أنفسهم أو بالنسبة للناس اللي في الأسرة ديالهم يساعدوهم على هذا الانتقال اللي يمكن يتم في رمضان إحنا عدنا واحد العادة أن الناس اللي عندهم الإدمان ديال البعض البواد كيقولوا في شعبان 40 يوم قبل كيوقفوا كيوقفوا هذه المواد وهذا شيء مهم جدا هذا حاليا انقصت في المجتمع ديالنا ولكن عقلنا جددنا كتكون هو واحد المساعدة ديال الناس مناسبة رمضان باش يستعدوا له عن طريقة التحول في الحياة ديال الإنسان لا شك أن نحتن مخدرة الصلبة حتى يمكن أن تكون رمضان فرصة للإقلاع عنها وعندما تكون دائما الشرط هو الإرادة لأن قوة الإرادة تجعل الإنسان يقوم بالمستحيل لكن إذا كان الإنسان عنده ضعف الإرادة فقيد يصعب عليه بطبيعة الحال ولا يمنع ولا يمنع بالنسبة الكثير من الناس اللي يشوفوا بأنه عندهم إرادة ولكن يبغوا مساعدة أن يلجأوا إلى الطبيب المختص باش يعاونهم في هذا التحول ويكون رمضان عامل إيجابي من جهة ويساعدوا للإقلاع عن جميع أنواع المخدرات التي يكون مدمينة عنها قبل رمضان